هنتكلم اليوم على الاول strategy طبعا strategy دي انا مقلفتهاش انا تمشتلك زمان مع حد يعني فتخذتها منه ظريفة جدا وممكن تستخدموها بس هي strategy for the scalping طبعا ما عافش انتو انا كانتوا بكده بكده عن ال scalping ال scalping معناه ان انت بتاخد very short position يعني ممكن يكون minute وانا بعمل scalping على طول بس مش في ال forex حيبعمله في future contracts ممكن تجربه الفوريكس طبعا ما قلت ادى كده اهم حاجة انك تستيق مع الاستراتيجي تبقى عارف كويس قوي الماني ماناجمت بتاعتك وعارف ال store plus تبقى تخسر رد ايه وحطت ال risk كل حاجة مزبوط وقدت تجربها ايه بس ايه محتاجة طبعا scalping محتاجة تبقى قاعد قدام الشاشة يعني ساعة اثنين تلاتة امام بس تعمل scalping بس ايه انا بعمل كده ساعتين في اليوم scalping على future contracts مش بالستراتيجي بستراتيجي قلتها لكم شوية يعني هي شبه شوية ال lazy river بس معها اختلاف شوية فكرة ال lazy river هي بسيطة جدا وزي ما قلنا هي سهلة وتعملها setup سواء على اي platform طبعا انا اشرح في المدد ده مش هشرح غير من على trading view اي platform تانية تشغيل عليها انا دايما بعمل حاجة general trading view general انت اي ان كان platform تستخدمها هتلاع عليها short وتلاعي نفس indicators طيب فكرة ال lazy river هي ايه فكرة ان احنا بنتريد مع trend وانتهب لكده trend is your friend يعني دايما ما بتاخد اي position لازم انت تبقى عارف كويس قوي trend رايح فين يعني مثلا عكس my strategy اللي انا اشغال بها ماناش هلقى بال trend او انا باخد بشتغل على extreme يعني يعني لو trend already up مش مش ركز او مع trend لان انا بشتغل extreme سواء كان go extreme up فهيجو down again فانا باخد short او لو go extreme down فهيجو up again فانا باخد long فانا ما يستردش اللي بشتغل عليها وعش احالكو معاش هلقى او بال trend لكن دي بالتحديد lazy river دي لازم يكون في trend وسهل او تعرفو يعني اول حاجة خالص طب اللي جايب على strategy دي بشتغل على forex بشتغل على future contract على stock على ايا كان ايا كان ممكن حتى افتح لكم اكتر من اكتر من pair of currency او ايا كان stock ايا كان future contract ونشوفها عملية فولاها خلاص نفتح واعنا فتحت chart already usd cad next to the forex واعكده هجرب واحدة واحدة bitcoin usd تفتح عادي دي وده عندك ايه هتدخل بس two indicators ما اكتر منهم او expansion moving average تيجي على الاندكاترز هنا بتكتب ema هدخل expansion moving average تعمل اثنين هتعمل واحد فيهم خمسين واحد مية انا ديما شخصيا يعني بحب اللي هو الاقوى اللي هو الخمسين بحب يجعله اللونه يسود طبعا نجد منهم مختلفين يعني بشكله زي support يعني انه كله واضح قدام بشايفه ده وده اكتر انه هو 50 وهنعمل ثم الame ايه اللزانى سنقوم بحب عشرين كثيرا تقوم بخدمة فكرة اولا تلتخلый حUD حجان تصدخل تلتخد تلتخب طبعا قالوا نكلم على ال confirmation هنشتغل على 5 minutes time frame. 5 minutes time frame. هنا بكده ان ال scalping انت عايز تاخد short positions. انت مش عايز تاخد long positions. هتاخد بس short positions. فهنشتغل على 5 minutes time frame. 5 minutes time frame. هنبصينا على ال daily time frame. طبعا في ناس اقول لك انا لو let's say مثلا انا وانا بعمل كده حيان كتير جدا بدخل على longer time frame. let's say مثلا 4 hours. وابص على long long trend A. وابتلاش اعمل scalping عليه. بحاولش تقوى against it. طيب. قبل ما نتكلم على long short. اول حاجة خالص ازاي تعرف trend. trend المنتهى السؤولة. دخلنا على daily. اوضح 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 اوضح. لان اليورو يو اس دي. down trend بقاله فترة كبيرة. short trend عشان تقول up or down. حاجة بسطة جدا. اول حاجة خالص ان يكون. الا expansion move or EMA 50. وال EMA 20. الاثنين فوق السعر. الاخر يعني السعر كده. كده ما نشاهده كده حاليا كده. منظر ده كده. لو بصرنا بس على overview ان بعيد كده. هتلاقي ان على most likely most likely. السعر تحت. او بيسعب بكروس اوكي. بس هو most likely. بيجو. تحت. ال اتنين expansion move average. كده اول حاجة خالص. التنين ده كده down. فيش كلام. حاجة التانية. عشان تأكيد برضو. ان. التنين. ال two moving average. يكونه curve. في الناس اتجاه الترند. يعني. ال EMA 50. وال EMA 20. الاثنين curve down. شايفين? down. مع كده الترند. قوي ان هو down. يعني لو بصرنا هنا كده. هتلاقي ان. لو انت باس هنا. خدتوا لك ان الترند. هتلاقي ان كده. كده ان كده. كده ان كده. كده ان تبش trend down. كده تبش trend up. مش down. بلوس كمان ان السعر فوق. ال two moving average. مع كده ترند up. عكس ده. هو trend up. يعني لو السعر فوق ال اتنين دول والاتنين. زي دي كده. نفس المسألة الصغيرة ده. لو السعر فوقيهم. والاثنين angle up. ده كده trend up. ممكن نفس القصة اهو. عادي مثلا اهو. عادي السعر فوق اهو. وهدي الاثنين فوق بعض. وده. والاهم حاجة يكون 20 فوق 50. ده في trend up. في trend down. 20 تحت 50. وال price تحت. يعني يكونوا بالترتيب كده. price 20 50. price 20 50. سهلة جدا. في شئ مشكلة خالصية. فانت ممكن تطبق يعني اول حاجة يعمل اخلاص على 5 minutes time frame. يعني اشتغل عليها. فهتعمل scalping يعني. هتشتغل على trade ممكن تخلص في minutes يعني. طبعا. عشان تطبق scalping. من على trading view. وتاخد تحطه على platform بتاعتك. هيبقى محتاج شوية. ده بياخد جزء يعني ده دقيقة. فانا اعتقد انت افضل انت تشتغل بستراتيجي على platform. وتماتك وتعمل orders على platform نفسها. مهن ما توقع تعمل تحسب بقى على trading view. سنت ممكن تعمل scalping برد لو انت بتفضل ده ممكن تقبله اكتر مثلا. ممكن تقبله على longer time frame. يعني one hour time frame. كل واحدة بديو one hour. فانا ممكن تستنى مسلا لما السعر يوصل هنا. وتاخد نفس الاستراتيجي. بس اسرع شوية. سوري ابتع شوية. وده لا فضلوا. يعني انا مش محبز اوفكة الفايف منتس دي. بس تاني بقول حسن preference. يعني انت لو انت عايز تاخد quick position وتخرج quick five minutes is okay. طيب. في الحالة دي كده. في الفايف منتس هتلاقي طبعا هتلاقي trend بقى up and down. ده five minutes. يعني. ما مش هتلاقي الموضوع عاكك يعني. five minutes. عشان to confirm position الاول لازم تعرف الاول. تاخد تعرف ان ده up trend or downtrend. اول حاجة خلص. ان يكون price فوق ال two moving average. يكون 20 فوق ال 50. وفي نفس الوقت. ان يكون في مسافة. في مسافة ما بين two moving average. ما حصل لهمش cross كتير. يعني واسا هنا حصل cross. ده بالزريف. يعني ان انت شايف cross هنا. هنا طبعا هتخدش trades halt. يعني المنظر ده. ما تجربش هنا. ولا تجي نحيته. نفسك لا. كل ده ولا تجي نحيته. هنا ممكن تشتغل عليه. فيش مشكلة. هنا تشتغل لي كويس. ايه اللي بيحصل بقى. من طبع بساطة. ان انت هتيجي اول ما السعر يلمس. 20 او 50. مش فرق اي واحد فيه. يعني انت ممكن تجرب 20 وممكن انه 50. وبعدين. ممكن واحد يقول كي انا اول ما يمس 20 انا هستنى قولة اشان بي bounce up. most likely او بتعامل مع 20 or 50 as a resistance. فانو يلمسه هي bounce up تاني. بس الفكرة. زي ما حصل في التولي هنا حالا هو لمسه. وستيل كان بالاو دون يا. فبالتالي دي valid. دي not valid entry. فانت هتسيبه. لو حصل معك كده. طبعا هتراقي بالتشارت. لو شفته لمس ده كده. هتشوفه بالزبط هتستنى بالزبط. ثلاثة بارز. وهتاخد long مع البار الثالثة لو قفلت فوقيه عشان تاخد long هنا. يعني تسيبه مثلا هنا. لو افترضنا ان البار دي. طبعا البار دي قفلت فوقيه. اوكي. فيش مشكلة. لكن لسه في بار ثالثة. عايز تأكد ان البار الثالثة موجودة هي قفلت فوقيه لا. لا قفلت تحت. كده خرج اللي. انتزم سنة ثلاثة بار. عشان تتأكد ان الترند. لسه. لان هنا. لو انت خلق الترند هو اوكي. بس هنا. في بار قفلت تحت التويني. والبار الثاني اه قفلت فوقيه. بس الترند قفلت تحتيه. كده الترند جو دون. فوقك بقى انت كده هنسدي خلص. انت تشغل على الفيفتي. نفس القصة الفيفتي. او لمس الفيفتي. هتشوف. هلا هيكمل تحت ولا. انت عايز تعمل باونس او تاخده فوق تاني. فهتستنى يكمل. هتققى محتاج. ثلاثة فايف منتس بار. يقفلوا فوقيه او اتنين. يعني انا. بالنسبة للفيفتي. يعني ممكن تقول. لو خدت واون بار جرين فوق الفيفتي. اعمل لونج. لو خدت واون بار زي ما اخدت لكم هنا مثلا. ايدي هنا. طبعا انا مش حايفب دي خالص يعني. انا مش مش. حاجة اخد تريد دي خالص يا محا. خالص. الاتنين. في استرادشي. هاشرحها لكم برضو. اتكلم على كروسيج مو في افريج. هاشرح لكم ليس اللي هي لوحدها. لكن مش دي خالص. وزي ما قلنا بكده ما ينفعش تعمل بيكسي بل استراتيج. على الطبقة دي طبقة هي بس كده. وجربها حاس انت مش مرتاح معها. اشرح كده واحدة تانية. وشوف الاريح لك. فادي الفكرة. تعالي نشوف كده امثلة مسلا. عايز اقلتكم مسلا على يعني بيجر تايم فريم شوية. لان حاجة اوضح اكتر البيجر تايم فريم. هنا مثلا. ده مثلا او داون ترين داون ترين داون ترين دا. السعر ماركت اللي حصل. ماركت لمس. طبعا هنا انت خدوا باك هنكلم اولى لتويني. فيش مشكلة. لمسوا. انت هتعمل بسوش هتعمل بسا شورت هنا لأ. حصل البر اللي بعده قافل فوقي. اللي بعد قافل فوقي. اللي بعد قافل فوقي. اللي بعد جوه مع السلامة. انت كده ادي كده لأيدي دا. تبص بقى الففتي. لمسوا. باونس. خرج. قافل تحتي. خد شورت. يعني الففتي. لان هو عشان بيج سببورت. فانت عايز تستنى لما بار. لما البرايس بار يقفل تحت الففتي. دا خد شورت. شوف 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 حصل ايه. شوفت القوة خدت الكمبيب من هنا هنا. كل دا. ممكن ترده. طبعا انت الاسكالبينج. انا كلمة على البروفيت. والستوب تارجت. او تارجت وستوب لوس. لكن انت ما تقشب تارجت البيدي كلها يعني. بس تحتك بس من كده حد هنا مثلا. فانت تاني. نبص على مثال تاني. طبعا هنا كروت دا لغبطة سببك منه خرص. عايزين مسافة بين الاثنين. وعايزين يكون اثنين انجل داون. عشان تاخد ترند داون. ادي نفس القصة. لمسوا. ادي بار تاني ما لمسوش. دي كده جود ساين. معنى كده ان كده الترند ساين جود داون. التالت لمسو اهو دا تروح واخد تبوزيشن هنا. لان انت قريدي عارف ان هو. يعني في بار واحد بس هو اللي جي فوقيه. انت لو تلاتة جون فوقيه انت كده اوت. لكن كده بار واحد بس. ما انت في التالت اهو خدت تبوزيشن. شورت هنا. وممكن تاخد لحد هنا مثلا تارجت. تمام. ادي. ادي. مسال تاني. اهو. لمس. انت هتاخد شورت هنا. نو. هتستانش في حصلين. طبعا واضح ان هو ايه. الترند دا كده مع السلامة. حتى من الكيرف حتى شاك تبقى الكيرف بقى اب. فانت كده طبعا دي. جبات ايديا مش هتفكر فيها خالص. كل عكده كل مكشو دعا بي خالص. اعزين سيبريشن. ممكن نبص تاني. طبعا. يعني انا. ماركت بالمنزر دا كده. انا بشتغلش في خالص. ده بيسموه. الماركت دا بيسموه. انا يعني. ممكن نبص نبص ازار لنا. راحت فين. انا يعني الجزء دا كده. نحن فيه دا كده. او هناك لحد دا كده. يعني ايه. يعني الماركت عمالي باونس. أب أورد. أب داون. أب داون. على المووفينج أفريج. دا مش جوت ساين. دا فيري دينجرس ماركت. يسموه يعني. ماركت. دا تشابي ماركت. ما تشتغلتش في الماركت دا خالص. لان الماركت دا عادي جدا. ممكن تاخد شورت. اشتغل على الترند. يعني لما تشوف اي بيروف كاربسي فيها الترند. بيك شانس ان يحصل. دا مثلا. دا مثلا. ترائس اوكي لمس. طبعا ما حصلتش. هنا بيحصل الوقت حالي. فانا بتاخد لايف التريد. طبعا دي ثلاث ساعات. دي ثلاث ساعات. فعشان كده الناس. يعني الناس بيفضلوا. اللي بيعمل سكالبينج. ما بيشارش ثلاث ساعات. اشتغل بيشارش ثلاث ساعات يعني. اشتغل بي افضلوا اكتر مشتغل. شورت تايم فريم. عشان يقدر يعرف. ايه الموضوع بس. انت مستاني بار يقفل. فانت عدت ثلاث ساعة سانة بار يعني. فخلينا احسن على ال 15 مليونس تايم فريم. مبصوا عليها تاني. خدتوا باكل الوقت البار. الماركت دلوقتي ايه؟ او بترند. لمس. حالا تاخد حالا لوقتي تاخد لونج؟ لا استنى شوية. استنى ما ايش في بار يحصل ايه؟ لو قفل تحتي. بارين. كده مع السلامة. هتشوف بارين. التالت لو قفل تحتي تاني. لو قفل تحتي بعدي. يعني بعد التالت قفل تحت ال 20. كده خلاص. ال 20 دي مش عب. كده ترنج دون. وشوف حاجة غيرها. ال بار اللي جاي. لو لقيته قفل فوق 50. ومش تلاقي هاي بقى جرين حتى رونت. مش مشكلة. بس قفل فوق 50. خد short في البار اللي بعض. خد سوري خد long في البار اللي بعض. يعني خباك انت هنا في الفكرة دي. انت بتشتغل مع trend. يعني انت لو trend up. انت بتاخد long. لو trend down. انت بتاخد short. فهينا trend up. هنا trend up. هنا trend down. وهكذا. فالسكالبنج. انت. ما بتشتغلش على فكرة trend. على trend general. انت بتشتغل trend وزين very short time frame. في ناس عندهم فكرة يقولك اوكي. انا مش عايز اشتغل against overall momentum. او overall trend. يعني انا مسلا بقنا من شوية. ان overall momentum. بتاع the pair of currency دي. لو بصنا على daily short. اللي ان overall momentum. لاو. بين قوي يعني. مش كلام فيه. فقال لك اوكي. انا مش اشتغل على pair of currency دي غير short. مليش فيه. لان. ال odds بتاعت ان price go down. اكتر من اللي go up. لان trend down. فحتى لو اشتغلها 5 minutes time frame. انا مش interested باي trade up trend. مش هياخد غير الشورت بس. فأي حاجة هتجي لي short. انا فيها. يعني دي كده مش اشتغلها. مليش هياخدها. ولو خدت بالكو حتى. كانت دي في بعض الحالين بيكون صحية على فكرة. يعني انت لو خدت بالكو still up trend دا هو. بس برضو price mail اكتر لي go down. يعني اشتغل حتى افل. بس اللي حصل عندك انتها كمان شوية. افل طبعا وهنا هي go up. مفروض هي go up حتى. مفروض يعني. ممكن تاخد long. فيه ناس يقولك انا مش هاخد اي trend. بس ممكن يحصل عادي go down. وابتلي يبقى trend down عادي مش مشكلة. it's a reference زي ما قلت. يعني هي مضاع كله مفيش صح وغلط. يعني انت ممكن تاخد. انت ممكن تشتغل على ال scalping. ملكش ضعبة over all trend. وتشتغل عليك على على تشارت قدامك. وعلى وعلى انتكتر بتقولك ايه. وممكن تشتغل على trend. تقول لك مش هاخد بس غير. لو مسلا اليورو اس دي ده. ده بيرش. انا مش هاخد غير short position. مهما حصل. which is good. بيدوي يعني حاجة انا ممكن اقول افضلها يعني. طبعا تاني على حسب ال strategy. strategy اشتغل على trend. فهي موضوع كله tested يعني. فلتريد ستجرب لها. وتشوف ايه الافضل. يعني ممكن تجرب اتنين. كنت تقول لها هتجرب بس فترة اشتغل على trend بس. وفترة اشتغل على اتنين. طيب. هنحط ال target فين. وال position. خليكم بعيسا نحن يا جماعة بس one second. اوكي. دلوقتي هنكلم معنا تاني. هنحط ال target profit. ال target profit. او ال stop loss. الاول هنحط ال stop loss. وبقى نحط ال target. اي حياة. مش العكس. في دي. لان هنا. المهم عندك. اصلا هنا مفيش. انت هنا. يعني انت ممكن. انا لو انا بعمل. بعمل. على. ال lazy river. انا لو انا باخد. انا لو انا باخد. ال long. من على ال 50. انا هعمل ال target. بتاع ال 20. بس خلاص. مش هفكر الترميكات. لو مصلك هلمسه. ممكن يجو up. انا مش هدد الترميكات. ده scalping. فانت ممكن تاخد ال target هنا. وده يبقى حاجة كويسة جدا. لو انت خدته على ال 50. وانت ممكن تقولش على 50 بس. يعني انت ممكن مش عالش على ال 20 خالص. خدش على 50 بس. لو انت عايز. يعني مور. يعني مور conservative. طبعا بص خطب لكم. ال price هجو up. فيش كلام. فيش كلام هجو up. يعني عندها بص انت حيلمس ال 20. فانت ممكن تاخد up هنا. وتعمل target لحد فين. لحد. ال 50. اللي هو ده مثلا. 1, 2, 5, 0, 1, 8. لن تقول. يعني. good profit. مش وحش. طيب. هتعمل stop loss فين. ومن ثانية قبل كده. stop loss بتحدكم على حسب. حجم. هتعمل stop loss. وبعد كما تحدد. لن تحدد. لن تحدد. على حسب. ال capital. فاناين بحاجة. 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 تحت. 1 tick. من اخر. فين اخر. اهو. 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 فانا ممكن تحط. مثلا كده. تحط. هنا. 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 مثلا كده. مثلا كده. او كده. او كده. او تقوم تحطوا عليه. ايه. كده بس. درس. بلس. او ممكن تحطيب. تحطيب. بسن. بس خلص. وتعمل. تارجب بتاعك هنا. تارجب. هنا. هنا. ممكن تتأكد برضو وشوف. انا شوف ايه يحصل يلوقتي. 1 second. اهدي. او كده. هتوقت. حتى لا. طبعا انت على اول حيش. ممكن ترحوم هنا. فاش مشكلة. ممكن ترحوم هنا. تقول لها ادي او كي. ادي التارجب بداعي هنا اهو. ادي الستو بلوس هنا. التارجب بس. نخلي فوق شوية. ما زال ده كده. خلي الستو بلوس كده. طبعا انت رو خدتوا بالكو هين هتلاقوا ان الستو بلوس عالية جدا التارجب. وموضوع ده يا جماعة الحقيقة يعني زي ما قلنا مدارس. يعني فيه ناس تقول لك. لازم تحط التارجب بتاعك يكون ضعف. الستو بلوس. وانا من الناس دي. بس ببعض الاحيان. التشارت اللي بتقول لك. يعني. فكر فيها كده. لو مثلا. انت شايف. ان انا لازم احط التارجب. ضعف الستو بلوس. عندك حلين في المفرحة. في الستو بلوس. انت في لوقتي حالة ده. يا اما تخلي الستو بلوس هنا. كده بالزبط. انها مستلاك اللي هيلمسها دلوقتي حالة. يعني. نازم اكسنس. يعني. قبل لها. مثلا كده مثلا. فانت كده معرد بحتمال كبير جدا. ان انت تهتر الستو بلوس. لان ما فيش اهوص هيهتتها. لان هو مش ميكسستن. مش مش ريزستن. مش حاجة هتحميه. هذه حاجة. او. انك تخلي الستو بلوس كده. زبا هي. وتعلي التارجيت بتاعك تحطه عشان يبقى مرضو ضعف. يبقى 2 and 1 risk reward. او 1 و 1. طبعا الستراج دي. بتركز على 1 to 1. يعني بس 1 to 1. يعني انت راحت. لو ده الستو بلوس. اعمل profit كده. 1 to 1. فده ممكن تعدلك يا بس تقول لك اي انا عايز اوكي. انا حطت لك قريدي. اي اي عايز او 1 to 1. ضع تراجع لك اي اوكي. احط الستو بلوس و اقفت التارجيت. وبعدين لما تعملها كتير. حتى لو انت. مثلا لنسبة الكلية عشان 60-70% او 50% انت مستميل. مش مشكلة. طبعا انت ال one to one. في ناس تقول لك. لا. انا يهمني اكتر. يهمني اكتر. أن انا أمكشور أن التريب بتاعتي يعني أنا مثلا لما أحط طرجة كده بنسبة لي ده أرياليستيك يعني أحط طرجة كده ايه معناها ايدي هنا يعني انا أحط طرجة ايه الكلمة دي يعني هروح فين دايب ايه المنطقة أنا شايف منطقي لو أنتو خدت بالكم دايما البرايس بيجوه من البلاك للجريم من البلاك للجريم للبلاك يعني ما فيش كال حيلمسه و هيلمسه طالما هيجوه طالما هيجوه يبقى هيلمسه ممكن ايجو هنا مش مش كده بس ممكن جدا لمسوا باونس تاني وحاصرت هنا او لمسوا باونس عادية لاتليت ريسك فتاخر التريد قول انا هاخد لحد هنا بس لحد ما يلمس الجرين اوكي او لو لو تريد دي جوه اجينس تيو هتخسر اكتر ما كسبت في التريد اللي بعدها وشتنيه يعني مو ريسكي بس اوقع يعني انت لو حسبت مثلا عشرة تريد بالمنظر ده هتاخر سمول برافت اه ممكن ده اخصر منهم اثنين مثلا ثلاثة او اثنين بس هتلاقي فكسبت سبعة بستابيليتي فهتلاقي فكسبت برضو عواطي خسارة اللي انت خسرتها في التريد اللي كسبتهم فهتلاقي بضوع برضو ظريف فدي برضو مانرف تيستنج يعني عشان يقول دايما التريد ده ده ستايل يعني اما داشا اقولك انا بعمل كده انا بعمل انا في السكالبينج فيوترز انا باخد ستو بلوس بتاعي اعلى كتير من البرافت يعني اواريكم بالزبط اواريكم حالة انا باخد ستو بلوس ازاي شبه هنا شوية يعني انا باخد دايما لو مسلا افترضنا مسلا دايما انا بعمل باخد اا ريفيرسل اكستريم يعني وجي اعمل اكستريم باخد ريفيرسل شور بحط الستو بلوس مسلا هنا انت خلت على فكرة دي كل دي بوينتس بوينتس ده عالي جدا بحط الستو بلوس هنا والطرجد ببقى هنا بالمان تقلي بحط الستو بلوس هنا كيه بالزبط عند اخر بقلوز وبحط الطرجد هنا عند المدن زي نفس فكرة ال�واني والفيف تهايب هنا بالزبط كثير من فتلاقي الفرق كبير جدا بالاثنين حتى باين فيجوال يعني من هنا لها دي او من هنا الستو بلوس. طبعا هنا يعني في حاجاته اكبر مكبه كتير. لكن فكهة ستل ان البروفي بتاع ايبي بقى قلي كتير لو خسرت. لكن البروفيابيليتي او احتمالية احتمالية ان السعر او الماركت يجو بياند اللاين ده لحد هنا احتمالك مش كبير. احتمال ان هو يلمس هنا احتمال اكبر بكتير يعد 80% بكتير يعني. فانا ممكن احطر ستو بلوس. انا مش عايز اخسر اكتر من كده. بس انا بعمل ايه. بحسب الريزك بتاعي على حسب ده. زي قلنا قبل كده. ان انا بحسب اللاط اللي بشتريه على حسب الكابتل بتاعي. نفس الفكرة هنا. فانت لو حطر ستو بلوس بتاعك ده. لو انت ما تقدرش تستحمله الملكات اللي بتاعك وانت اعملوهش. دي التريد اوكي. هتاخد قد البيت هنا. ستو بلوس. تارجد هنا. قد قد البيت هنا. احسب ده ما حصلتك في الاشياء تليفات. احسب الكاشتري كبا لط. ان شاء الله يكون بوينت وان لط. لا تهم مرأ. المهم ان انت عارف ان انت التريد دي. بنسبةلك ميك سنس. يعني انا بحيبش ناس اقولك اوكي. انا عايز احط مثلا اعمل تريد لونج انا هنا ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه خليها يعني احط في مكان منطقلي بتعفو تحطه ليه تحت ريزيزي تحت support وعكذا تعال نشوف مثلا مثال تاني ممكن نفتح مثلا نشوف كريبتو ونشوف اا نشوف اا نشوف اا نشوف اا دي خالص اي تي او اس دي مثلا نسبتو البيتكوين نفس القصة اي اختلاف هنا بصنا هلاقي طبعا هنا اشتدي ديتفايف في اي فريم لو كنا بصنا على مسلا الون دي تايم فريم طبعا احنا بقى الابتريند في شكل انتو البيتكوين يعني ادو فشكلان طبعا بقى اخدوا بالكم انتو جدا ممكن تستخدموا عادي جدا دي في اللونج ترم. على مون دي. اتس اوكي. يعني انت راح تبقى هنا مسلا. لمس. لمس. قفل تحتي. قفل تحتي. قفل تحتي. دي مع السلامة. دي السترنتش دي كلا بسط. يعني هو ما احترامشي. تلاتة بار قفل وتحت التوني. خلاص. تخيل بقى مسلا الشخص اللي اشترى هنا. لما لمس الفيفتي. ده كان بالزبط في آآ تمانية وعشرين يناير. الشخص اللي اشترى هنا لما لمس الفيفتي. خد كل ده. حد ما وصل هنا. كان بكام السعر وقتها البيتكوين. كان بكام بتاعت راتي. كان بكام. بكام. بس. افتلا ده. بس يعني كل ده. خد كل ده. فده ممكن سنة ده حتى على النونج رون مش. مش بس على الشورتل. طبعا هنا. خد بالكو. ده دي الدي شورت. في ناس ممكن تكونوا بتراعب ده شايفين انا ممكن. هيلمس التوني فممكن يباونس. نفتحتين في فيفايف منتس. مفس الفكرة. ادي اوب تريند. اوب تريند. لمسوا. قفل تحتي باتنين محترموش مع السلامة لناش فيه. انتنا غلط. ده مش داون تريند يا جماعة. لان ده فوق ايهو. ده مش كروس. مفيش كروس. فده داون تريند عشان التوني تحت الففتي والتنين كرف داون. فيش مشكلة. لمسوا. لمسوا هنا. ادي لمسوا. البر التاني لمسوا. قفل تحتي. انت ممكن تاخد شورت هنا. بس هو الحقيقة هنا ما لمسوش. يعني البر التالت. مفيش فل. مفيش فل. لازم المسوش. فدي كده. دي فكرة. ما انت ممكن تاخد شورت هنا تاني. انت ممكن تقول اوكي هتبر ده. ده استيل شورت. ما انت ممكن تاخد شورت هنا على فكرة. بس انا ما بحبش اخد تريدز في النص. اذا ده هيخليك. اه اه. هيفتع لك. سكة كتين مش كويسة. انت اخد اه ما اخد هنا ما اخد هنا. ما اخد هنا. مش حاجة اسمك. اشتاخد تريد. لما تشوف بعينك انه هو لمس. واستنى برين وتشوف ما يحصل. ايه تاخد تريد على هذا الاساس. فدائما يعني اخد الطبخة من اولها. اه دي مثلا. اه دي اوب تريند. شايفين ده? اوبس. شايفين ده يا جماعة? ده مسال تحفظة. ده مسال. ده مش قوي اوي انا محب انا ما اخدش ايبوسة جميعي. رغم التريد دي قوي اوي بس انا ما اخدهاش. لان هي. فيه استراتش بتشتغل حاجة اسمها اكسبنشن موفينج افريج. عش رحها. لان لما بتقوم في افريج بتلزق في بعض اوي. وعند تريد اكسباند بيبقى فيه بيجموف حصنا. بس دي مش الستراتيج دي. فتاني. الستراتيج دي بتقول ما تشتغلش لما يكون في بيج بيج ديستانس. ما تميكس الستراتيج مع بعض. هنكلف الستراتيج بتشرح القصة دي. فدي مش هنشتغل هنا خالص. اه دي هنا لامسوا. اه? افل تحتي افل تحتي. اه برضو لا. افل تحتي. بس دي اه مسلا انت ممكن تاخد هنا. انت افل تحتين افل تحتي اهو. انت ممكن تستنى يعني انت شارع او ثلاثة. لو انت عايز تبقى محافظة اكتر يعني. فانا افل افل تحتي. فالتالت افل فوقي. انت من كنت اخد هنا. بس ايه اللي حصل السعر بانس اوب. لان الماركت ما بيجوش على طول مش هيجوه معاك يعني. مش كنابي يعني. دي تريد صح. خبايا في حاجة. لازم تفرق ما بين التريد الصح والان انت خسرتها. يعني انت لما تجي تقيم نفسك ما تقيمش نفسك على اساس انت قيم نفسك انت عملت تريد صح او اذا لا. از استراتيجي يعني. لانها هيحصل تخسر وتكسب في تريد. حتى روي يعني. لاني ما قلت انت ليش حاجة اسمها ما في ما بكسب يعني في تريد. لامسوا. اهو بصوا دي يا جميع عاصر لامسوا. لامسوا مثلا. كمثال دي مسلا. ده السعر لامسوا. جميل. استمنى لا بقاش فيه احصاري. قفل بعد واحد بعد. شوفوا التاني. التاني قفل فوق ايه? كميل. عايز بقى التالت شوفه. التالت ما لمسوهوش. فانا كنا بالنسبة لتريد دي غلق. يعني انا مش مش اخدها. لازم بلمسو. لما جيه لمسو باونس تحت. لا بس تاني باونس تحت تاني. اوكي? لست في واحد التالت. التالت قفل فوق ايه? التريد دي بسط. معرفهوش. عايز بلمس تاني. جيه لمسو. لمس تحت. لمس تحت. لمس فوق. لمس او. تلعب فوق ايه بعد ايه تاني. تلعب فوق ايه تاني. هاخد اخد اخد انا بقى لونج هنا. اني خلاص اكد انه خلاص كده تساعد. ثلاث مرات افال فوق ايه. كده ناخد لونج هنا انا مرتاح. ممكن اخد لحد هنا رو عايز. او اخد زي ما قلنا. على حسب الستوبلوز يعني. طيب. هناخد ازاي? الستوبلوز منطقة بساطة يا جماعة حسبوها على اساس حاجة بسطة جدا. على اساس الاخر لو وصله. او اخر هاي يعني لو انت بتاخد انت لو انت بتاخد اه شورت اخر لو. فهنا مسلا لو انت لو هتاخد هنا في الاخر لو ده. فيبقى الستوبلوز بتاعكيبه هنا بالزبط. لو انت ده اخدت للتارجت ده هنا. وزي ما قلنا هتعمل التارجت. مسلا هتعملوا على الفيفتي. او دو انت من الفيفتي. يعني دايما خليك يعني لو انت مسلا بتشعر على الفيفتي. خده على التويني. لو بتاخد من التويني خده على الفيفتي. تارجت. ده افضل حاجة. واامن حاجة. تعالوا نجرب مسلا. نجاز بتقول ستوك. امسكى. رب mach los FXPP بشكل س Greets langer. نغ arkadaş ii sahaja. هاتي ال 5 minutes daily short اصر ال 5 minutes short طبعا هنا واضح جدا داون تريند بل الفاترة Iya mozia on camera. فانت نفس القصة ادي لامسو باونس تحتي او بوس ادي لامسو قفل تحتي التاني البارل تحتي شورتر يعني لسه ستل تحتي داون ترين اعمل شورتر هنا عطول فين التارجد بتاعك فين ستو بلوز سوري لستو بلوز هنا فك يا جماعة انا اخي ما انا قلت غلط انت ما عمل سلوبك انا عمل هنا بتعمل ستو بلوز بتعمل على هاي مش عشور انا اخي مرة قلت غلط سوري معنش دا انا ما افتكرتها حالة فانت بتعمل ستو بلوز هتعمله هنا على اعلى هاي هنا مسلا دا ستو بلوز هتاخد البوزيشن هنا بتاخد بسلا تارجد لحد مثلا ايه لتساي ضعف او نفس عدد ايه اه طبعا هنا مشكلة هنا ممكن تاخده انا اخد ايه ممتشف لحد هنا مثلا كده ايه دي مثلا تسلا بتاع نشوف مثلا ايماني 500 نشوف بتاع وحياء الايماني يبقى له فترة عاجلت شوية صحيح لو وسلنا مثلا على نجيب يعني بجر تايم فريم شوية 4 hours نحن تايم فريم uptrend uptrend واضح جدا uptrend انا لمسو افل تحتى فانت من كده عايز confirmation تاني ده افل فوقي لسه انت غير محتاجين تاني شنوية confirmation فده افل تحتى فكده خلاص لناها الايديا مش ناخد لونج هنا خلاص ادي هنا short لمسو طبعا هنا ده افل فوقي فانت كده مع السلامة نحن ته gone افل فوقي البرد اللي بعدي افل تحتي افل تحت 50 he افل تحت 50 التاني افل تحت 50 برو بورد انتمكن تاخد شرطة هنا سلام ببرد يتفل اخذ شرطة هنا بالزبط هنا بالزبط هنا بالزبط بس ده يعني فريد انجلوس يعدي شوية اضافة كلمة كلمة ما بين التويني والفيفتي مش عالية قوي ووصد لايك اللي عمال يباونس بالاتنين اللي يكروس اتش اثر فهي استراتي دي ما هيش قوية او في الاي ماني ما بسانواش فيها خالص فتاني بقول الموضوع انت بتسترب استراتي في الشغل بتاعك ساو كانت تشغل في بير كورنسي او هلا بتشغل بيت كوين هلا بتشغل ايه بستوار تشوف وتعمل لها باك تست وتشوف استراتي فعلا ماشي مع نكحة على المادة الطويل او لا بساني بقول اي استراتي بتشتغل كويس اهم حاجة اللي تستيكو ده فانت لو استراتي دي تجربتها عجبك اشتغل بيها ما تحاولش تعملها ميكس بينها والشاجة اخرى يعني عايز تجرب دي وتجرب بعض استراتي تجربهم يعني كل حاجة لوحدها يعني جرب كل استراتي دي فروم اي تو زي زي بالكتاب بيقول زي ما بقول لك هي كده بالضبط انت عايز تعدل حاجة فيها عدل بس باك تستيد باك تستيد يعني ترجع ورا وتجرب نباك كده وتشوف هل بقى الاختراعات دي ممكن ينفع لو انت عايز تعمل ده تس اوكي يعني الاختراع الستراتيجي ما هوش حد يعني جاي من الكوكم المريخ عادي بنا عدبين انت وكتابل يقوله استراتيجي تس اوكي بس المهم ان انت تباك تستيد اوكي شيف كل حاجة ان شاء الله